موسيقى موسم العطل نحتار شما نقدم لضيوفنا عالصفرة خلينا نتعلم سوا اليوم نشاف جوزيف قطيب الوصفات لنزين فيها صفرتنا موسيقى موسيقى هاي شف هاي مالك كيفاك اليوم شكرا الله مح ؟ شو مش محرّدنا اليوم اليوم كمان وصفات لمناسبات ا düşا نعملون بالبيت اذا لدينا مناسبة معينة معيد معين اي شي ك gestellt هو الألواجبات فيها تكون شقفة من صفرتنا حلو نزينهم فيها أشياء جديدة أفكار جديدة نغير شوي يا ج league نن 생كه دrell aggiش نغير شوي أشياء اللي هي شو بيقولو نقول جديدة ايه اما اوروبية ما اشبه على طول الشرقية فما نغير شوي اوكي اول طبع هنعمله هو جبنة كامامبير كامامبير هي جبنة فرنسيبية تجي صوفت شيز شو بتفرع عن غيرها؟ هيدا اكيد كل هاي الاجمال الفرنسيبية اللي تجي من بره عليها بسموها غايند هيدا غايند ابيض هيدا عطب تجي لانه يمعمول من اشي الطوم من الطوم اما معموله من الكلس اللي هنعمله اليوم هيدا هنحشيها من الالبابا هنحط معها هنلفها كلها بباف باستري هنعمل معها بنادورة مع مشموش وبصل وطوم مثل تشتني مربه معمول من الفويكة والبنادورة هيدا تشتني هندسة؟ تقريبا بس بحنحطي البهارات تقيلة هالخفيف هناخد اول شي البصل هيدا أبيتايزر يعني؟ ايه فيها تكون صحا أبيتايزر هلوة هالطريقة شاف يعني اكتريت الناس بتحب الجبنة ايه خصوصا إذا كانت جبنة يعني نوع من النوع الفاخر انه مش فاخر كتير بس ماشا الحال صح؟ نتبه الأجمال حسب قدي عمره صاوفت شيز شي هارد شيز يعني الصفت الجبنة الطريية شي إيه والجبن القاسية شي تاني كل واحد له طعافة معينة القاسية يعني معتأ اكتر تركها اكتر تتعطأ غاح منها كبير الماي تقسم هاي جبن الصوف بتكون اكيده وقت تعتيها قلبي كتير فبتضل مجرورة تغيية وحلوة بتبتاكل قبل بوقت معين مثلا نقول سبت الشورة مشاهرين حسب نوع الجبنة بتشوف ان السيدة بتحتارلت زين صفرتها بالمقبلات يعني عطول مثلا منضلنا مثل الفورميل المعينة ومنشوف عطول المقبلات هن زيتهم هن زيتهم بكل بيوت ايه بتعرفي قصة النول انا اطبخ شي جديد اليوم عما لقيها فكرة جديدة هي اهم شي انه يعني اعمل ريسورج مثلا انا بدي اعمل مثل انا بعمل مانيوس طبعولي مش كل ما احفظهم على ما اقول فبعمل ريسورج بشوف مثلا شوهد ملاسا بيشوفين اعملها ببلاد معينة اما من بلد معينة اما من نكهة معينة فالريسورج بيساعدنا انه نشوف افكار جديدة اكيدة بيشوف الفكرة فيها النفذها اول مرة مثل ما هي فيها نمرة احنا يجتهد فيها شوء اكتر نعملها طعمة مميزة يعني يكون مثل السيجنتشر عمال انضاء طبع الشخص اللي عم يعملها بس يعني كتير من السيدات بتخاف تتجرب شي جديد اول شي انه ما تزبط معها تاني شي انه ما يحبوها لضيوف ما هيك اسد بيت اذا حاب اطبخ شي جديد لا اه لا اصحابه اما لضيوفه طبعيه انه ميزهم شوية عن كل مغرب تعفو فيها اشخاص بعملوا عطول عزيزين بيتهم مزبوط اهي فهيدي الاشياء بتصير وعطول بصيروا يلجقوا انه للكيترينج او للمطاعم ليجيبوا اشياء جديدة خصوصا انه احنا بالامارات تشوف انه في كتير من الجنسيات فهون الازوائق بتختلف فانت بدك ترضي كل الازوائق باش هناك بتلاقي العطول انه حتى الشخص اللي بعمل عزيزين بيته بيعمل عزيزين بيته بيعمل طبق من عنده طبقين ماكسيم هو بيعملون ونباقي كله بيجيبوا كيترينج انا اول شي ما بيلحق ثاني شي لا يقدر يغضي كل الازوائق حسب عدد الاشخاص كمان يا شرف مية بالمية هلا هون شوية زيت لكن فرمنا لتشاري توميتو لستعمل تشاري توميتو مشان الطعم ما بدي فيها كتير ماء طعمتها سويت شوية هنحط معها كمان مشموش ناشف مية بالمية طيب المشموش مع الجبنة خصوصا نعرف انه الاشياء السويت طيبة مع الجبنة كتير بالغوحة مع الجبنة التين الزبيب مية بالمية مشموش كمان شرف ايه aslındainge فوروحة سع Bieعطيها طعامة طيبةDe الجبنة لانه الجبنة من Watch ما علي انه جبنة مالحة اللي جيمال فيها ملح طعم بالملح تنتكسر بعد حدث ولانه هي على côngط لازل خلط وناحط البصل هنجيب ملعة أكيدة البصل بسنحط له شوية سكر يصير طعمته أطيب لا حتحط له هلأ سكر لا سكر لا حناخده منرف ويكي آه أوكي بكرمل مصبوط بياخد طعم الأطيب منهم أكيدة